وفي بعض المقربين من زيزو ابتدى يسرب لوسائل الإعلام والسادة الزملاء الصحفيين إنه زيزو لو ما مشيش والإدارة ما وفقتش فحنقدم شكوى لأن زيزو ما أخدش فلوسه فيحق ليه فسخ التعاقد ده كلام ما طلعش من زيزو نفسه ده كلام طلع من بعض المقربين من أحمد سيد زيزو كانوع من أنواع الضغط على الإدارة دي قصة كلها من أولها لأخيرها كأن حضراتكم موجودين وباتبعوا كل حاجة بأدق التفاصيل داخل نادي الزمالك دي الأخبار ودي التفاصيل التي تخص أحمد سيد زيزو طيب التعليق عليها إيه بقى؟ لأن التعليق عليها أو موقف أحمد سيد زيزو اللي احنا بنشوفه ده هو مثال ونبذة يخليك تقرأ وتشوف المشهد اللي بيحيد بنادي الزمالك كله أولا في قول حقي ورد بيه باطل لما يتقال إنه مفيش نادي بيقف على لعيب ده قول حق يرد بيباطل يعني إيه؟ يعني مفيش نادي فعلا هيقفل ببانه لما لعيب يمشي بس فيه فرقة تتأثر لما يخرج منها لعيب مميز أو لما يخرج منها لعيب كتير مميزة طب إيه المثال الواقعي اللي احنا شايفينه قدامنا حتى تقدر تستدل بيه على اللي أنا بقوله بص على منشستر سيتي الفرقة الأقوى في العالم والأقوى في أوروبا اللي متسايدة كل البطولات الموسم اللي فات شوفها في آخر لقاء في السوبر الأوروبي وشوفها في آخر اللقاءات اللي هي اللقاءات اللي افتتاحها للموسم الجديد وشوف هل ده منشستر سيتي اللي كان موجود السنة اللي فاتت لا رحيل جندجان إصابة كيفين ديبروين العقل المدبر والمفكر جوه خط وسط منشستر سيتي رحيل محرز اللي هو بديل استراتيجي كل ده أثر واللي متابع من حضراتكم الدوري الإنجليزي وأصوات جمهور منشستر سيتي بيلوموا على جوارديولا وعلى إدارة النادي النهية ما قدرتش تبرم صفقات تبقى بدائل أكفاء للأسماء اللي رحلت وشوف ليفربول بعد رحيل فرمينيو بعد رحيل أبلي ساديو ماني ما هواش ليفربول بعد هندرسن وغيرهم وغيرهم من اللعيبة وعدم تعزيز الفريق واستقدام لعيبة جامدة خاصة في خط الدفاع ما هواش ليفربول اللي كان من سنتين ثلاثة كذبان البريمير ليج كذبان شامبيونز ليج وكان دايما بيناطح الفرق الكبرى في كل البطولات سواء شامبيونز ليج أو حتى البريمير ليج شفتوا السنة فاتفانش كام والسنة دي بدايتوا عاملة إزاي ففكرة إنه الفرق ما بتتأثرش برحيل لاعب لا هو النادي كله ما بتتأثرش برحيل لاعبين ومش هيقف الببانه بس الفرقة لو طلع منها لعيبة مميزة طبعا بتتأثر وبتاخد فترة عبل ما ترجع لصابق عادها كفرقة قوية في حالة استقدام لعيبة على نفس المستوى وأفضل يستعيد الفريق قوته طب هل معنى كلامي ده إني بقول إن زيزو أو غير زيزو كمبدأ عام ما يتباعش لا يتباع طبعا هتقول لي عم أنت مخولتني يعني يتباع ولا ما يتباعش لا يتباع بس إمتى يتباع لما تكون قادر على استقدام بديل على نفس المستوى وعلى نفس الكفاءة وأفضل والدليل الأهلي بح حمدي فتحي اللي هو واحد من أهم الأعمدة الرئيسية في فرقة الأهلي بس إجابة إمام عشور فجمهور الأهلي مش هيتكلم على حمدي فتحي بالعكس ده هو يبقى شايف إن إدارته عملت صفقة وضربة معلم بعت حمدي فتحي بأربعة مليون دولار وجابت إمام عشور فبالنسبة لهم على المستوى الاقتصادي على المستوى الفني جمهور الأهلي شايف إن إدارته وده الحقيقة الواقعة ماشي عشرة على عشرة لكن جمهور الزمالك جمهور الزمالك ما عندوش ثقة واحد في المليون في الممارسات الإدارية اللي بتحصل في نادي الزمالك واللي تخليه عنده ثقة وقناعة إن زيزه لو تباع إدارته تقدر تجيب له لعيبة على نفس المستوى بالأفضل وإنت هنا بتتكلم على إيه على أحسن لعيف في مصر آخر ثلاث سنين بلا جدال بص على أرقام زيزه نجم الزمالك الأول بلا جدال وأحد أهم أسباب تواجد الزمالك في المربع الذهبي السنة دي هو أحمد سيد زيزه وفي ظل كل المعطيات السلبية اللي بيمر بيها نادي الزمالك نجم الفريق الأول أنت بتتكلمش على لعيبة عادي أنت بتتكلم على نجم الفريق الأول اللي شايل فرقة الزمالك على كتافه شكرا للمشاهدة